نستكمل مع بعض الحلقة رقم 6 في مادة محاصيل الحقل في مادة محاصيل الحقل اللي صف الثاني الزراعي جميع المجالات ونستكمل ما بدأنا في الحلقة السابقة الحلقة رقم 5 عن المحاصيل السكرية وبدأنا حديثنا عن المحاصيل السكرية وعرفنا ازاي السكر احد المواد الغذائية الهامة للانسان في مصر وفي العالم كله طبعا ووصل متوسط استهلاك الفرض لحوالي 25 كيلو بشكل سنوي وده سبب ازمة عندنا او مشكلة اسمها مشكلة نقص انتاج السكر وسعينا في بعض الامور ان احنا نقدر نستنبط اصناف عالية في الانتاج قدرنا نعتمد على بنجر السكر كمحصول مكمل عشان نقدر نطلع من مشكلة نقص السكر وبدأنا حديثنا في اول محصول مهم جدا من محاصيل السكرية احنا قلنا عندنا محصولين مهمين جدا محصول قصب السكر ومحصول بنجر السكر بدأنا في الحلقة السابقة عن قصب السكر تكلمنا عن اهميته الاقتصادية بجانب استخراج السكر كاهمية اقتصادية اولى بيصنع منه ايضا الملاس والكحول الاسائل وايضا نقدر نستخرج منه والوقود طبعا بجانب صناعة العصير الطازج واتكلمنا ايضا عن معاد زراعة اصب السكر وقلنا في معادين لانه محصول معمر بيمكس في الارض حوالي اربع سنين ومحصول نجيلي مجهد للتربة فمعاد زراعته قلنا في معاد خريفي ومعاد ربيعي وقلنا المعاد الخريفي بيمتاز عن الزراعة الربيعي في بعض النقاط سردناها في الحلقة السابقة وايضا تحدثنا عن التربة المناسبة لزراعة اصب السكر وقلنا يمتاز في الاراضي الصفراء السقيلة وسردنا بعض الاسباب لعدم نجاح زراعة اصب السكر في الاراضي الرملية اهمها الاراضي الرملية مش متمسكة وده بيسبب رقاط فيما بعد لعدان الاصب فبيسبب مشكلة استهلاكية فيما بعد وايضا الارض الرملية لا تحتفظ بالماء والاصب زي ما احنا عارفين بيحتاج كميات مية كبيرة ويمكن دي مشكلة من المشاكل اللي بتقابلنا مع اصب السكر تحدثنا ايضا ان المعاد المبكر للزراعة ليه مميزات كبيرة خاصة في زيادة انتاج السكر وتكلمنا عن الدورة الزراعية بما انه محصول معمر فما ينفعش لازم اتفادى زراعة اصب عقب اصب لان الاصب من العائلة النجلية وبيكون مجهد للطربة جدا فبعد ما محصول الاصب بعد حصاد وبعد تمام الاربع سنين كدورة زراعية ابدأ ازرع بعض المحاصيل الصيفية وتكلمنا عن اعداد الارض للزراعة من حرد وتسحيف وتأسيم وتكلمنا على مميزات الزراعة بالتخطيط الواسع يعني يفضل ان انا ازرع سبع خطوط في الاصبطين احسن من تمن خطوط للاصبطين يعني ده بيديني تهوية عالية واضاء وضوءة وضوء بشكل منتشر في الحقل افضل وبيوفر معي ايضا في تكاليف الانتاج لان الزراعة الواسعة بيحتاج فقط 4 طن ونص عقل لزراعة الفدان اما التخطيط الضيق فبيحتاج 6 طن للفدان وكمية التقاوى دي زي ما عرضناها حاليا مع بعض من 4 طن ونص ل6 طن عقل للفدان الواحد دي لها مواصفات لازم تكون من حقل اسمه اصب الغرز اللي هو محصول السنة الاولى لأصب السكر طبعا تكون خالية من الامراض والعفات والحشرات نظام توزيحها طبعا في الخطوط اتكلمنا عنه ايضا واختمنا الحلقة السابقة بطرق زراعة الاصب وانا فيه 3 طرق مهمين اولها طريقة الترديم وهي اهم الطرق لانها هي اللي فيها مميزات اعلى وتسمى بكم امبو والطريقة التانية كانت الطريقة المبتلة والطريقة الاخيرة كانت طريقة الترديم بالمحرات تعالوا بقى اليوم نستكمل مع بعض محصول اصب السكر كاحد اهم المحاصيل السكرية ونشوف باقي العمليات الزراعية من بعد عملية الزراعة نتابع مع بعض في حالة اليوم ان شاء الله باقي العمليات الزراعية اولها عملية اسمها عملية الترقيع الترقيع المفهوم بتاعه ان بعد الزراعة وبعد تكمل الامبات وبعد ظهور النباتات بيحصل عندي اماكن خالية في الارض فبعد ظهور النباتات بحوالي 20 يوم وبيتكمل الامبات بعد شهرين من الزراعة في بعض العقل لا تعطي انبات في الاصب الغرس. وبتظهر ايضا اماكن خالية في اه الاصب الخلفة. الاصب الخلفة ده في السنة التانية والتالتة والربعة. فمن اجل ذلك يجب ترقيع هذه الاماكن. بس الترقيع هنا زي ما هنشوف مع بعض في حالة الغياب في الاصب الغرس بيتم الترقيع بما يسمى بزراعة العقل. يعني انا اول سنة زارع الاصب بتاعي. وحاطت العقل في قلب الخط. بعد عشرين يوم بعد تمام الانبات او بعد شهرين. في عقل البراعم بتاعتها هتكون مش مجيدة. مش هتنبت. اي مشكلة حصلت معي في الغيط. فيحصل غياب في اماكن خرجته في اماكن مش منبتة. هبتدي ازرع في حالة الغياب في اصب الغرس بما يسمى بالعقل. دي نقطة مهمة جدا. طيب في حالة الغياب في الاصب الخلفة. يعني في محصول السنة الاولى مثلا. بعد حصاد المحصول في اه بعد الانبات. لقينا في اماكن خالية في الاصب الخلفة. يتم الترقيع بحاجة اسمها شطل النباتات بيجزرها. شطل النباتات بيجزرها. بعد طبعا ما يتم اقتلعها من الاماكن المزدحمة. فبعد الخلفة طبيعي في محصول السنة الاولى. بلاقي اه انبات طالع بطريقة كبيرة جدا في فيه اماكن زحمة ابتدي اقلع من الاماكن الزحمة دي شتلات بجزرها وارقع الاماكن الخالية. فموضوع الترقيع ده مهم جدا علشان ازبط حاجة اسمها الكسافة النباتية في وحدة المساحة. اقدر استخدم ما يسمى بالعيون المستنبتة على العيدان في الترقيع ودي بجهز لها انا من خلال التطويش. بطوش النباتات قبل موسم الزراعة. وبشيل الاوراق وبروي الارض. فيحصل ان البراء امتنبت على العيدان بعد حوالي خمستاشر يوم. بيوصل طولها لتلاتين سنطي بعد ستين يوم من الانبات. ابتدي اقطع كل نباتة على حدة اسفل العقدة. واقشر اه العقدة واغرزها في عملية الترقيع. تاني عملية مهمة معنا في حلقة اليوم وهي عملية العزيق. عملية العزيق طبعا من العمليات الزراعية الهمة جدا لقصب السكر. فاحنا كالمعتاد العزيق بيهدف الى تخليص الارض من الحشائش. عفوا فانه بيساعد على تثبيت النباتات في التربة لتفادي الرقاض. يبقى انا عندي اهمية اولى للعزيق وهي التخلص من الحشائش في الغيط بتاعي او في الحقل بتاعي. طيب في مهمة تانية بيقوم بيها العزيق او هدف تاني ان انا اعمل العزيق في اصب السكر طبعا وهي ترديم وتثبيت حوالين النبات عشان يقدر يكون سابت في التربة عشان نتفادى تأثير الرياح. طبعا زيادة الترديم حوالين النبات من خلال عملية العزيق بيشجع حاجة اسمها التفريع القاعدي وبالتالي بيزيد المحصول. طالما انا عندي تفريع قاعدي كبير او جدر كبير فالجدر دوره امتصاص الماء والاملاح من التربة. طالما فيه جدر قوي وجدر حجمه كبير في الارض. هضمن اه 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 امتصاص الماء والاملاح المادة الغذائية من التربة توصل لباقي اجزاء النبات بشكل اقوى. فده هينعكس على المحصول. وينعكس ايضا على انتاج السكر. عملية العزيق بشكل عام في القصب بتتم بثلاث طرق تعالوا نشوف مع بعض او ثلاث عزقات. العزق الاولى بتتم بعد الراية الاولى يعني بعد حوالي عشر اه ايام من الراية الاولى. بعد الراية الاولى ليه القصب. ودي بنسميها البوغة. وهنعرف المصطلحات الخاصة بمحصول القصب في حلقة قادمة. بحوالي عشر تيام. بعزق ظهر الخط والرشتين عزقة خفيفة. عشان اشيل الحشايش واعمل خربشة بس لسطح التربة عشان اضمن ان كل الحشايش اه تم ازالتها. العزقة التانية في قصب السكر بتتم بعد العزقة الاولى بحوالي شهر. بعد الراية التانية بحوالي اسبوع. ودي بيتم فيها ترديم جزء من الطراب حول قاعدة النبات عشان نعمل عملية التثبيت اللي اتكلمنا عليها. العزقة التالتة بتتم بعد العزقة التانية بحوالي شهر. ودي بتكون اعمق من العزقة الاولى والعزقة التانية بحيس اضمن ان بعد العزقة التالتة يكون النبات اصبح في وسط الخط. تالت عملية مهمة جدا معنا النهاردة وهي تسميد أصب السكر التسميد طبعا بالنسبة للأصب السكر احنا عارفين انه محصول من العائلة النجلية وهو محصول من المحاصيلة المجهدة للطربة بيستنفس كميات كبيرة جدا من العناصر الغذائية فالفدان فدان الأصب هنزبط بعض الكميات هنشوفها مع بعض عشان اقدر اسمت فدان واحد من الأصب فهنضيف من 24 ل 48 وحدة بوتاسي مو دول بيجو من 50 كيلو او 100 كيلو فصورة سلفات بوتاسيوم قبل الزراعة وهضيف ايضا 30 كيلو جرام خامس اكسيد الفصفور او 200 كيلو جرام سوبر فصفات 15.5% قبل الزراعة مهم جدا البوتاسيوم والفصفور قبل الزراعة وهضيف ايضا من 180 ل 210 كيلو جرام نيتروجين الفدان الواحد في حالة زراعة الأصب الربيعي هتزيد الكمية دي ل 230 كيلو جرام نيتروجين الفدان في حالة الأصب الخريفة وفي حالة الخلف السماد الأزوتي بشكل عام بيضاف سرسبة جوار النباتات وبيكون على الدفعتين الدفعة الاولى بتكون بعد تكامل الانبات وبعد العزقة الاولى يبقى كده السماد الأزوتي هضيفه سرسبة بجوار النباتات وعلى الدفعتين الدفعة الاولى بتكون بعد تكامل الانبات يعني بعد مرور شهرين عشان اضمن ان يكون كل الغيطة عندي تم الانبات فيه بشكل جيد وبعد العزقة الاولى اما الاضافة التانية بتكون بعد شهرين من الاضافة الاولى وبشكل عام في بعض العوامل بتتوقف عليها كمية الاسميدة المضافة لمحصول قصب السكر نشوف زي منطقة زراعة المحصول هتختلف طبعا من وجه قبل الوجه بحري نوع المحصول هل هو محصول غرز يعني اول السنة الاولى لسه زارع الارض بتاعتي قصب ولا محصول خلفة يعني حصدت الغيط بتاعي في اول سنة واخدت المحصول الاولاني واصبح بقى عندي محصول تاني للخلفة نوع التربة ودرجة خصوبتها بيحدد طبعا كمية السماد اللي هضفها يعني مثلا لو عندي زارع في ارض خزبة الخصوبة فيها عالية فالارض الطنية بشكل عام بيبقى فيها مواد غزائية بطبعها غير الاراضي الليلة في الخزبة شوية الخصوبة دي بتتحدد على حسب ايه نوعية المواد الغزائية اللي موجودة في الطربة وعمليات الخدمة اللي انا بعملها رابعة نقطة بتحدد معايا موضوع اضافة او كمية السماد اللي خليني احدد اه احط كتير او شوية الظروف البيئية واهم ظرف هو درجة الحرارة خمس نقطة الصنف المنزرع طبعا كل الصنف بيكون ليه طبيعة نمو والليه احتياجات سمادية مختلفة عن التاني ايضا نوع المحصول السابق لزراعة القصب ودي نقطة غاية في الاهمية فمثلا عندنا بعض المحاصيل اتكلمنا عليها في الحلقات الاولى من مادة محاصيل الحق في الصف الثاني الزراعي وهي محاصيل قلب الزور الباقولية ودي كلها محاصيل بتزود خصوبة الطربة عشان بتثبت ازود الهواء الجوي فاصبح لما اجي ازرع قصب بعد المحاصيل دي دي محاصيل بتزيد من خصوبة الطربة يبقى انا كده يوم هضيف او اتعامل مع القصب هكون متطمن ان الارض فيها خير فكميات الاسمدة هتبقى هليرة ده بالنسبة لسادس نقطة معنا في العوامل اللي بتتوقف عليها كمية السماد تعالوا مع بعض نشوف فيه اضرار نتجة في الاسراف في التزميت الازوتي احنا عارفين ان التزميد الازوتي مسؤول عن النمو الخضري التزميد الازوتي مسؤول عن النمو الخضري بمعنى النيتروجين كعنصر غزائي هو اللي بيشجع النباتة على النمو الخضري فطالما فيه نيتروجين كتير هيبقى فيه نمو الخضري قوي وكبير اللي هو الاوراء طيب لو انا زودت عن اللازم هل زيادة النيتروجين هتكون بسببالي ضرع في قصب السكر تعالوا نشوف مع بعض الاضرار اللي بتنتج عن زيادة النيتروجين في التزميد اول نقطة فترة النمو الخضري زي ما قلنا هتطول ده هينعكس طبعا على رابع نقطة ان محتويات السكر هتنخفض النبات مركز في النمو الخضري مش مركز في تخزين السكر تانية حاجة هتزهر معاي نموات جديدة متأخرة وده برضو هيبقى عائق في عملية الحصاد تالت نقطة نتيجة اه النيتروجين الزيادة النبات ما بيبقاش قوي بيبقى عرضة للرقاد دي اربع نقط اه في الاضرار بتاع التسميد النيتروجيني لو زاد خمس نقطة طبعا نتيجة النمو الخضري الكبير والعود الهش بتنتشر الامراض خاصة الامراض الفطرية سادس نقطة النبات بيحتاج كميات كبيرة من مية الراي في الحالة دي نتيجة ان الورق كتير فطالما مساحة الاوراق كبيرة هيحصل معدل نطحة اعلى هيحتاج للنبات يعود ده بكميات مية كبيرة ودي هتبقى مشكلة او ضرر معنا ننتقل الى الراي كده احنا اتكلمنا عن الترقيع والعزيق والتسميد وقلنا الكميات المقررة وازاي انتبه لعدم زيادة التسميد اللي زدتي تعالوا نشوف مع بعض ري القصب اللي هو بطبيعته بيحتاج كميات كبيرة من المية وده اللي بيخلي الناس كتير مش بتقبل على زراعة القصب في اماكن معينة بيتمركز فيها صناعة القصب زي ما تكلمنا في الحلقة السابقة عن الانتاج المحلي لقصب السكر نشوف مع بعض الراي القصب بشكل عام بيحتاج من 22 ل24 ريا في مصر العليا نتيجة ان الحرارة عالية طبعا بتنخفض الى حوالي 20 ريا في مصر الوسطى الاختلاف ده طبعا بيرجع للا تقصير الفترة ما بين الرايات كلما اتجاهنا جنوبا اهم حاجة في الراي عندي وناخد بالنا منها ان لازم اوقف الراي قبل كسر المحصول بحوالي شهر لو انا زارع قصب ربيعي او في الربيع الحصاد يعني هيتم في الربيع لازم اوقف الراي قبل الكسر بحوالي شهر لو انا هتم الحصاد بتاعها في الشتر هوقف الراي قبل الحصاد بربعين يوم دي نقطة غاية في الاهمية لان لو ما اهتمتش بالنقطة دي هيكون في اضرار نتجة عن عدم اقاف الراي قبل كسر الاصر تعالوا مع بعض نشوف ايه الاضرار اللي ممكن تحصل لو انا اهملت في موضوع عدم اقاف الراي قبل كسر الاصر اول ضرر نسبة السكر هتقل لان عملية تخزين السكر بتحتاج طبعا فترة اه فترة نمو بطيء فلازم اقال الموضوع الراي تانية حاجة هيحصل حاجة اسمها استقطاع طبيعي ده نسبته هتزيد هنشرح طبعا يعني استقطاع طبيعي نتيجة التساق الطين بالقصب وقت الكسر او وقت الحصاد هيكون فيه عيب انه هيكون فيه طين ملتصق بالعدان تالت نقطة فيه براعم هيحصل لها انبات على العود نفسه قبل الانتهام من الكسر وده هيقلم من القيمة الاقتصادية للقصب عملية غاية برضو في الاهمية في محصول قصب السكر بيتم بعد الزراعة وهي مقاومة الحشائش والافات فالحشائش اهم الحشائش عندنا حاجة اسمها العدار والرجلة والنجيل ودي طبعا حشائش حولية البعض منها حولي تقاوم بالعزيق العادي والبعض منها معمر زي النجيل نستخدم فيها مبيدات الحشائش الموصى بها والمتوفرة طبعا في الاسواق ولكن مهمة عندي ان انا التزم بالتباع التعليمات الموجودة على العبوات الحشرات اللي بتقابلني في قصب السكر اهمها دودة القصب الكبيرة ودودة القصب الصغيرة ودودة الزراع الاوروبية ومن اوراق الزراع وبق القصب الضقيقي دي حشرات بتقلل من انتاج الانتاجية بشكل عام احنا عارفين ان القصب الفدان بيديني كمتوسط 45 طن للفدان فالحاجات دي بتقلل من الانتاجية بشكل كبير الامراض الامراض اللي بتواجهني في قصب السكر كمحصول هام من محاصيل السكرية اهمها مرض اسمه التخطيط والموزايق وتقزم الخلفة والتفحم هننتقل الى خدمة قصب الخلفة يعني انا بعد المحصول بتاع السنة الاولى وبعد حصاد اه محصول للسنة الاولى وهو محصول اه قصب الغرس بنيجي نعمل ما يسمى بخدمة قصب الخلفة وعايزين نركز فيها مع بعض نشوف هنعمل فيها ايه بالزبط اول نقطة عندنا بعد كسر محصول الغرس المبكر بسيب الاوراق زي ما واضح في الصورة كده الاوراق الجافة وهي لها لفظة زراعية خاصة بالقصب او مصطلح خاص بمحصول قصب السكر وهي اسمها السفير عشان لو جالك عرف ايه هو السفير دي الاوراق الجافة اللي بيتم تركها بعد كسر محصول ايه الغرس بسيبها موزاة على الارض قبل انبات البراعم الباقية من المحصول الصابق هيكون طبعا الموضوع ده لهدف وهو تدفئة البراعم آآ علشان التدفئة دي مهمة جدا لاعطاء نمو او نبات آآ 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 عادر على انقومة البرد بعد كده بيتم حرقها في اواخر يناير واوائل فبراير في مصر العليا او يتم حرقها طبعا في مصر الوسطى في اخر شهر اتنين واول شهر تلاتة تاني حاجة بنعملها في خدمة القصب الخلفة وهي ازالة الاجزاء المرتفعة عن سطح الارض بالفؤوس الصغيرة الحد طبعا انا لما بعمل عملية الكسرة والحصاد في القصب بيتم آآ ترك جزء كده فوق علو فوق سطح الارض ده لما اجي اعمل خدمة القصب الخلفة لازم اشيله بآلة حدة او فاس صغيرة حدة وهيتم ترك الارض حوالي عشر تيام بعد كده ارويها لغاية لما توصل نسبة رطوبة خمسين في المية دي كلمة تستحرص الارض المستحرصة وهي نسبة الرطوبة فيها خمسين في المية وبحيث تظهر النموات الجديدة بعد كده هضيف السماد البلدي وافج الخطوط بالمحرات بحيث يمر طبعا على جانبي كل الصف من صفوف النباتات وهنا هيكون غائر نوعا ما ومجور للنباتات بقدر الامكان عشان ده هيخلصني من جدور المحصول السابق والحشائش ويهيقل الارض للنمو المحصول الجديد وهو محصول الخلفة الاولى تالت حاجة في خدمة القصب الخلفة بعمل بقى الاني والبتون قبل الرية التالية وبعد كده بعزة الارض زي ما اتكلمنا عن عملية العزيق وهسمت بالسماد الكيماوي بعد مرور شهر او شهر ونص وبعد كده هضوي اضيف الدفعة التانية بعد شهر رابع حاجة في خدمة قصب الخلفة هعمل بقى عملية الخدمة الزراعية اللي اتكلمني عليها في بداية الحلقة من ري وتسميد ومقاومة حشائش وقفات في القصب الخلفة زي ما اتبعناها بالزبط في القصب الغرس خمس نقطة القصب هيظل في الارض لغتلا ما يديني الخلفة الاولى والتانية والتالتة والربعة ولكن هنتبه ان كل سنة عن التانية هيقل الانتاج سنة عن التانية يعني محصول الاصب الغرس اللي هو محصول السنة الاولى ناخد بالنا من المسميات محصول السنة الاولى بيكون اسمه محصول اصب الغرس بيديني انتاج مسلا خمسة واربعين طن للفدان طب محصول السنة التانية اللي هو اسمه محصول الخلفة الاولى الانتاج فيه هيقل يديني مثلا خمسة وثلاثين طن للفدان وسنة عن سنة هيقل لانتاج الفدان في محصول الخلفة التانية ومحصول الخلفة التالتة من خمسة وثلاثين الى ثلاثين وهكذا دي نقطة غاية في الاهمية عشان كده بنقول نتفادى زراعة اصب عقب اصب ما ينفعش اجهد الارض لمدة 8 سنين ده زي ما اتكلمنا فيها في الدورة الزرعية وده نقطة غاية في الاهمية اتكلمنا فيها في الحلقة السابقة موضوع توحيد الاعمار توحيد الاعمار بعض المزرعين طبعا زي ما قلنا بيبلغوا في زيادة السنوات تخريف الاصب احنا قلنا اخرنا اربع خلفات ما ينفعش نزيد عن كده ففق بعض المزرعين كده كده لغيت مزروع فيقول لك اسيب الارض اكتر من كده فده هيديني اضرار ايه الاضرار لو انا سبت الاصب لخامس سنة وسادس سنة وهكذا هيحصل اختلال لتوازم العناصر الغذائية بالطربة الارض هتبقى فقيرة جدا حتى بعد ما انتهي من المحصول وازرع اي محصول تاني هلاقي المحصول حالته سيئة جدا ومش هيديني الانتاج المرجو منه تاني نقطة للموضوع ده هيحصل تدهور لخصوبة الطربة وضعف الانتاج سواء للاصب او للمحاصيل اللي هيتم زراعتها فيما بعد تالت نقطة هتنتشر الافات والامراض لانه خلاص بقى معروف سنة عن سنة عن سنة الغذب بقى مفقوش غير اصب فيحصل تخصص من الافات وتخصص ايضا من الامراض اللي بتصيب الاصب بقت فرصة لانتشار وزيادة الافات والامراض رابع نقطة المحصول بينخفض ومحتويات السكرية ايضا مش بتديني المرجو منه عشان كده لازم اعمل عملية في قصب السكر اسمها توحيد الاعمار في مساحات مجمعة بحيث عمر المحصول لا يتعدى الخلف الرابع المزايا بتاع توحيد الاعمار اول حاجة بقضي على الخلف المسنة ضعيفة الانتاج تاني نقطة هساعد على ما كانت العمليات الزراعية اقدر انظم عملية الكسر واقدر انظم عملية التوريد الى المصانع دي مزايا توحيد الاعمار تالت نقطة هساعد على الوقاية من الامراض وعدم انتشارها وتعميم التقاوي المنطقة والمعالجة ضد الامراض لان احنا عارفين عشان ازرع فدان اصب لازم اخذ العقل من حقول اصب غرز تكون خالية من الامراض والمسببات المرضية تربيط الاسب لمقاومة الرقاد دي عملية من العمليات مش هنشوفها في اي محصول زي المحاصيل التانية احنا بنعزق بنسمد بنروي لكن في الاسب في مسميات وعمليات زراعية مختلفة مش بنشوفها في اي محصول تاني زي موضوع توحيد الاعمار وموضوع تربيط الاسب عشان اقاوم الرقاد احنا عارفين زي ما اتكلمنا في الوصف النباتي عن الاسب الساق طولها من اتنين لخمسة متر فلو ما فيش تدعيم كويس من خلال عاملات العزيق وايضا نوعية التربة لو مش متماسكة زي الاراضي الرملية اي تأثير للرياح هيكون خفيف هيخلي العود اللي طوله خمسة متر ده يركض والرقاد ده هيسبب مشاكل طبعا هنشوفها برضو من خلال انبات البراعم واتحاده جطين في ده كله هيأحيان من حاجة اسمه استقطاع طبيعي هتبقى نسبته زيتا فتعالوا نشوف مع بعض العملية دي بتتعمل ازاي ومهمة ولا لا فتربية القصب لو مقومة الرقاد بتم تربية القصب طبعا بحبال من الكتان من خلال اربط ثلاث جور كل اتنين وراء بعض يعني كل جورة متتالية مع التانية على نفس الصرابة او نفس الخط مع نبات من جوء من نبات اه نامي على الخط المجاور هعمل اه شبكة اسمها ربطة سلاسية بطريقة رجل غراب جورتين متتاليتين مع جورة من الخط المجاور ربطة سلاسية بطريقة رجل غرابنا خطبانا من الطريقة دي قلنا لها مميزات اه طبعا مميزات الربطة السلاسية للأصب تتلخص فيه اولا هيكون فيه زيادة للفراغات بالحق وده هيسمح بزيادة الضوء وزيادة التهوية داخل الحق هيبقى فيه تمثيل غزائي كويس هيبقى فيه تخزين للسكر كويس هيبقى فيه حالة صحية خالية من الامراض وانتشار الافات نتيجة فيه تهوية وفيه ضوء الضوء طبعا هو المسؤول الاول والاخير عن عملية التمثيل الغزائي فهيكون النباتة عندي طالما العملات دي بتتم بكفاءة عالية هيكون حالته وحالة النمو جيدة جدا تاني ميزة من مميزات الربطة السلاسية وهي تسهيل دخول المزارع للغيط بتاعه انا كفلاح او انا كفني او انا كمهندس اقدر انزل الغيط بتاعي اتحرك ما بين الخطوط والصرايب بشكل مرن عشان اقدر اتابع العمليات الزراعية المختلفة اقدر اروي الغيط بتاعي اقدر اعزق الغيط بتاعي وهكذا فدي نقطة غاية في الاهمية موضوع الربطة السلاسية اللي بتتم بحبال الكتان اللي شرحناها على شكل رجل غراب تالت نقطة عملية الحصد نفسها هتبقى سهلة جدا لي انا كمزارع هقدر هعمل عملية الكسر طيب لو انا ما عملتش عملية الربطة السلاسية دي بشكل كويس او بكفاءة عالية وحصل ان المنطقة او الظروف البيئة اللي انا فيها حصل فيها رياح مش بس كده ممكن يكون كمان انا مسرف في تزميت الازوتي فالنبات مش قوي مش بس كده ممكن اكون غلط وزارعة في اراضي حشة او غير متماسكة زي ما شرحنا في النقطة دي كلها فجات الرياح هتعمل لي تأثير دار تعالوا نشوف لو حصل ان النبات سقط ورقد على الارض هل في اضرار للموضوع ده وهيقالل معايا الانتاجية والتسويق ولا لا تعالوا نشوف مع بعض اول نقطة هيحصل تشجيع للبراعم على الانبات احنا عارفين ان عود الاصب متكون من عقد وسلميات زي ما شرحنا في الوصف النباتي وكل عقدة فيها برعم جانيبي برعم يمين وبرعم شمال البرعم دي اول ما تتحد بالطين او بالطراب هيحصل لها انبات خاصة ما ننساش موضوع السيادة القمية البرعم دي بتكون سكنة طالما النبات قائم مع الميل ومع الرقاد ومع الخلط بالطين البرعم دي هتنمو هشجحها على النمو والانبات تاني نقطة نسبة السكر وجودة العصير هتكون قليلة جدا منخفضة صعوبة عملية الكسر طبعا الغيط المنظم للعدان اللي مرسوسة فيه مزبوطة اقدر انا هأسر حتى من عملية الكسر واقلل التكاليف لكن طالما في رقاد في الغيط بتعب جدا وبكلف عماله والتكاليف بتكون زيادة وعملية الكسر بتكون صعبة رابع نقطة طبعا من اضرار رقاد نباتات القصب عملية الشحن بتبقى مجهدة جدا لان العدان مش بتكون قائمة بالشكل المناسب للتحميل وعمليات الشحن خمس نقطة قلنا الاستقطاع نسبة الاستقطاع هتزيد عند البيع ليه؟ لان السكان عندي ملامسة للرطوبة وبالتالي حصل انبات للبراعم وانبات للجزور الاولية ده كله هيترفض في اثناء تسليم الشحنة نتيجة زيادة نسبة الاستقطاع سادس نقطة طبعا بيحصل تعرض للاصابة بالامراض الفطرية والتأثر بالسقيع حصاد الاصاب حصاد الاصاب بيسمى كسر تعالوا نشوف مع بعض ازاي اقصر الاصاب ازاي هاحصد الاصاب قلنا لو نرجع بالذكرة الفول البلدي اللي حصاد فيه كان يسمى ايضا بالكسر اما بقى المحاصيل زي العدس والحمص والترمس والحلبة كان اسمه تأليع فتعالوا نشوف مع بعض لفظة تانية خاصة بها الحصاد عملية الحصاد فيها القصة باسمها الكسر تعالوا نشوف مع بعض كسر الاصاب بيتم ازاي ونشوف كمية المحصول اولا موسم كسر الاصاب احنا قلنا الاصاب بزرعه لغرضين وفيه اصناف خاصة بانتاج السكر واصناف خاصة بانتاج العصير فلو انا زرع الغيد بتاعي لغرض انتاج السكر فموسم الكسر هيبدأ معايا في اول شهر يناير والى اوائل شهر ابريل في الفترة دي هبدأ اكسر الاصاب اللي نضج طيب لو انا زرع لغرض العصير بيكون الحصاد بتاعي في اوائل شهر سبتمبر يعني في شهر تسعة علامات النضج انا كفاني اعرف ازاي نلغيط بتاعي نضج وان العدان الاصاب تم فيها التخزين وفيها سكر بشكل جيد اولا لما الاقي فيه سهولة لكسر العدان عند منطقة العقدة دي علامة من علامات النضج لما الاقي فيه زيادة للسقان كمحتوى من السكر محتوى السقان من السكر عالي ده ايضا ممكن يكون بالتحليل كده هعرف ان غيطي نضج وجهاز الحصاد بشكل دول علامتين مهمين جدا من علامات النضج افضل طريقة للتأجد طبعا من نضج المحصول هي اجراء عملية التحليل الكيماوي يعني هاخد حينة عينة واحللها تحليل كيماوي عشان اعرف نسبة السكر في عدان الاصاب عالية ولا لا لما اجي احصد الاصاب او اكثر الاصاب مش هنزل من غير علم واعمل حصاد لا في عوامل لازم انتبه ليها وارعيها عند كسر الاصاب اهمها واقف الراي قبل حصاد زي ما اتكلمنا لو انا هحصد في الربيع بوقف قبلها ايه شهر ولو هحصد في الشتاء قبلها باربعين يوم تاني حاجة مهمة جدا في الحصاد ان انا استعمل الات حادة تالت نقطة الكسر يكون في منطقة تسمى ما بين الطرابين يعني تحت الطربة بشوية صغيرين مش من فوق على وش الطربة وسيب جزء عالي من العود ظاهر لا يفضل الكسر بين الطرابين يعني تحت الطربة بقليل رابع نقطة التأشير بعد القطع بيتم مباشرة واعمل ازالة للاوراق الطرفية اللي هي الكلوح اللي اوراق الطرفية دي طبعا الخضرة لما بتنقطع زي ما قلنا في الاهمال الاقتصادية ان هي بيتم تغذياتها للانتاج الحيواني خمس نقطة في العوامل التي يجب مراعاتها عند كسر الاسعب ان انا اكوم العدان على منطقة اسمها المسائي في صفوف متعامدة على الخطوط وعلى مسافة اتنين متر بعد كده هيتم النقل او الشحن الى المصنع في نفس يوم الكسر عشان كده الموضوع ده مهم ولازم يستلزم مني ان انا اتابع مع المصنع عشان احدد موعيد الشحن طالما عرفت معاد الشحن يبقى اقدر احدد موضوع الحصاد لان ما ينفعش احصد واشحم بعد يومين ثلاثة لا النقطة المهمة هنا ان انا الشحن لازم يتم في المصنع في نفس يوم الكسر نيجي بقى لموضوع الاستقطاع عشان نفهمه مع بعض المصانع بشكل عام بتستقطع جزء من وزن المحصول لعدم النظافة وانخفاض نسبة السكر فعندنا نوعين من الاستقطاع يبقى احنا كده بشكل عام فهمين ان الكمية اللي انا باخدها من العدان بعد الحصاد واطلع بيها على المصنع المصنع مش هيقبلها كلها كوزنة يعني انا لو ااخد مثلا مية طن لا طبعا المصنع مش هيدفع تمن المية طن فبيعمل حاجة اسمها استقطاع ايه الاستقطاع ده؟ في جزء من وزن المحصول نتيجة عدم النظافة وانخفاض نسبة السكر بيتم ازالتها تعالوا نشوف مع بعض النوعين اول نوع وهو الاستقطاع الطبيعي وده بيكون الفرق ما بين وزن الأصف في العينة يعني أنا رايح محمل مثلا ميت طن عند الاستلام والوزن بعد التنظيف الفرق ما بين وزن الأصف في العينة وقت الاستلام والوزن بعد التنظيف من الشوائب ده بيسمى استقطاع طبيعة طب ايه هي الشوائب اللي ممكن يتم تنظفها الجدور لو العدان بتاعتي مش مكسورة بشكل جيد وفي جزور فيها هنستبعد الجزور هنستبعد الأوراق العدان المكسورة والعدان الرفيعة دي كلها بتبقى مرفوضة في المصانع اللي بتندك سكر وأي جزء لا يستخرج منه سكر زي الأطراف زي ما قلنا لازم نكسرها الفرق ده طبعا بيتم خصمه على المزارف في حالة زيادته عن النسبة المقرر يعني استقطاع طبيعي فيه نسبة مقررة ليه لو زاد عن حده هيتخصم على المزارع الاستقطاع الكيماوي بيتم تأديره على أساس نسبة النقاوة ونسبة السكر بحنا كده عندنا نوعين من الاستقطاع استقطاع طبيعي واستقطاع كيماوي طيب نسبة الاستقطاع الكيماوي دي ليها أسباب لزيادتها أطبعا أول حاجة اتكلمنا لو نفتكر عن أضرار زيادة الأزوت فلو أنا زودت نسبة الأزوت كسمات كعنذر غذائي وكمان اتأخرت في إضافته سيلاحزه حدين هيزود معاي نسبة الاستقطاع الكيماوي لأن كمية السكر في العيدان هتكون قليلة تاني سبب بيزود معاي نسبة الاستقطاع الكيماوي وهي الزراعات المتأخرة طبعا طالما الزراعة متأخر مش هيحصل تكوين أو تخزين للسكر بشكل جيد تالت نقطة زيادة كمية مية الري احنا نبهنا على الموضوع ده وانا فيه أضرار ممكن تتسبب فيها آآ عدم ضبط مياه الري أو كمية مية الري لو زادت طبعا وخصوصا ان انا ما عملوش عملية إيقاف قبل الكسر بمدة كافية هيزود معاي نسبة الاستقطاع الكيماوي نتيجة انه عملية التخزين أيضا تخزين السكر مش هتتم بشكل جيد التعرض للرقاد زي ما قلنا ليه أضرار بسبب الرقاد من ضمنها نسبة الاستقطاع هتزيد اللي سبب الأمراض والحشرات طبعا هتزود نسبة الاستقطاع الفترة ما بين الكسر والتوريد زي ما قلنا من الشروط المهمة جدا لازم أورد في نفس اليوم الفترة دي لو طالت هتزود نسبة الاستقطاع دي نقطة لازم أنا أنتبه لها وتكون غاية في الأهمية معايا في العمليات الزراعية الخاصة بمحصول الأسع تعالوا نشوف مع بعض الفتان اللي أنا زرعته بحوالي 6 طن عقل هيجيب لي كمية محصول قد إيه متوسط الفتان بشكل عام بيديني انتاجية 50 طن ده بيكون على حسب الصنف ونسبة السكر في عصير الأصب بتوصل إلى 12.5% 12.5% نسبة السكر في عصير الأصب يبقى كده الفتان ككمية محصول هيديني 50 طن 50 طن عدان 50 طن عدان والطن من العدان بيديني حوالي 110 كيلو جرام سكر يعني أنا عشان أستخرج سكر من الأصب الطن الواحد من العدان اللي أنا بقى أوردها بيعمل عملية استخراج حوالي 110 كيلو جرام من السكر تعالوا مع بعض نتذكر بعض النقاط الهمة في محصول الأصب لأن كده احنا أخذنا حلقتين في محصول الأصب من خلال عمليات الزراعية كأهمية اقتصادية ومعات زراعة وإعداد الأرض للزراعة وطرق الزراعة المختلفة اللي كان أهمية طريقة كوم إمبو أو طريقة الترديم والنهاردة استكملنا العمليات المهمة زي الترقيع والعزيق والتسميد والري وعملية الحصاد الزيب التم والتنبيه على التسميد الأزوتي ما ينفعش الزيد وعملية الري ننتبه لها وشوفنا يعني إيه استقطاع طبيعي وصناعي تعالوا مع بعض نتذكر بعض النقاط الهمة في محصول الأصب كمراجعة سريعة نختم بها حالة اليوم أولا السكر بيستخرج من السقان في أصب السكر دي نقطة غاية في الأهمية احنا قلنا في محصولين مهمين جدا في المحاصيل السكرية هيتم تناولهم أو دارستهم في الصف الثاني محصول أصب السكر هنستخرج منه السكر بس هيكون منين استخراج أصب السكر من أصب السكر هيكون من العيدان من الساق طيب البنجر هيكون من الجزور طبعا هندرس في الحلقة القادمة إن شاء الله محصول بنجر السكر كتاني أهم المحاصيل السكرية ولكن البنجر الجزء الاقتصادي اللي بستخرج منه السكر وهو الجزور ودي بتيجي في أسئلة أكمل كتير ننتبه ليها اختيار من متعدد صحة وغلط فما نطلق بطش استخراج السكر من الأصب بيكون من السيقان أو العيدان لكن من بنجر السكر من الجزور تاني نقطة مهمة طبعا بجانب إنتاج السكر من الأصب الأصب بيديني إنتاج اسمه العسل الإسود بننتج العسل الإسود من الأصب بالإضافة طبعا إلى استخراج السكر والعصير كأهمية اقتصادية أساسية معاد زراعة الأصب تكلمنا أن في معادين في معاد خريفة وده المميز وده الأفضل وده اللي الانتاج بيكون في أعلى وفي معاد ربيعي طب الزراعة الخريفة بتكون في شهر إيه؟ نحفظها كده وناخد بالنا شهر 9 وشهر 10 في الخريف أما الزراعة الربيعي بتكون شهر 2 وشهر 3 وشهر 4 ننتبه كمان أن المحصول الناتج من العروة الخريفية أعلى من المحصول الناتج من العروة الربعية إيه ده؟ دي معلومة؟ آه طبعا دي قاعدة الزراعة الخريفة احنا قلنا من مميزاتها الانتاج بيبقى أعلى لأن زارع بدري فموسم النمو طويل طالما موسم النمو عندي طويل بقى عندي زيادة 3-4 شهور النبات في الأرض فبيحصل نمو أكتر فطول فترة النمو موسم النمو بتديني أنا حجم أكبر فحصادي ليه المحصول الغرز اللي أنا زارعه في الخريف بيكون أعلى في الانتاجية من المحصول اللي أنا زارعه في الربيع إحنا قلنا في معادين للزراعة ده نادر ما هتلاقوه في بعض المحاصيل المدرسة في الصف الثاني أي محصول كنا بيدرسه كان بيبقى محصول حولي يا إما صيفي يا إما شتوي لكن هنا القصب معمر يعني بيقعد أكثر من 3-4 سنين في الحقل طب معاد زراعته إيه؟ عندنا معادين معاد خريفة وده الأفضل لأنه بيبقى بدري وقلنا الزراعات المبكرة اللي هي مميزات أعلى وكمان المحصول اللي بيزراعه بدري بتفادى موضوع البرد بتفادى البرد فبيتديني نابتات بدرات بدري في النمو فالنمو بتاع النبات بيكون حجمه مناسب ويقدر يتخطى معايا فترة الشتاء بعكس الزراعة الربيعي بعض النقاط المهمة لنتذكرها أيضا في محصول قصب السكر الحصاد بيتم في معاد واحد وهو شهر ديسمبر ويناير شهر ديسمبر ويناير طبعا نحن قلنا في حالة إنتاج العصير بيكون في شهر 9 بيتم الحصاد وأهم نقطة وأيضا بتيجي أيضا موضع أسئلة الانتحان وهي عملية الحصاد تسمى في أصب السكر بالكسر عملية الحصاد تسمى في أصب السكر بالكسر وننتبه أن لو أنا نوي أزرع أصب عشان أنتج السكر الزراعة دي هتكون في الوجه الإبلي ليه؟ لأن أصب السكر لو نفتكر مع بعض الاحتياجات المناخية محتاج تمن شهور تكون الحرارة فيها أعلى من 25 درجة مئوي زي ما قلنا ده يناسب مصر إن هو أصلا نبات استوائي عايز حرارة عالية عايز حرارة عالية ففترة التمن شهور للأسد بيحتاج فيها حرارة عالية عشان يحصل نمو للعدان أو نمو للنبات بشكل عام ويعقوبها كمان فترة نمو بطيء بتكون الحرارة ما ينفعش تزيد فيها عن 19 درجة مئوي لأن لو الحرارة زادت مش يحصل تخزين أو ترقم لي السكرات لازم الحرارة تنخفض عن كده فالموضوع ده مهم لو أنا هنتج أصد إن أنا أنتج سكر لازم أتمركز في أماكن فيها الحرارة عالية زي مناطق الوجه الإبلي طيب لو أنا لأغراض المص والعصير لو أنا زرع بقى الأصب عشان أوجهه لإنتاج العصير بتكون في مناطق متفرقة في أنحاء مصر زي إبلي وبحري أهم نقطة في أصب السكر هنتعرض لها وهي لما نفتكر في الأصب لما أخدنا الوصف النباتي وتكلمنا عن الأزهار وقلنا الأزهار مصر الأصب مش بيزهر فيها إحنا قلنا هو نبات استوائي محتاج شهور حوالي 24 شهر عشان يدي تزهير طبعا ده مش متوفر عندنا فهو ليه مش بيزهر في مصر؟ ببساطة خالص كده هو نبات استوائي من الزراع في الوجه الإبلي فعايز حرارة عالية فإفهم ما تحفظ الأصب مش بيديني زهر لأنه عايز حرارة عالية ونهار قصير الاتنين كلمتين عكس بعض عايز حرارة عالية ونهار قصير والاتنين دول مش متوفرين هنا تحت الظروف المصرية فمش هنشوف أزهار للأصب مش هنشوف أزهار للأصب في الظروف المصرية بسبب احتياجه لنهار قصير وحرارة عالية زراعة الأصب السكر قلنا المساحات أو المسافات لازم تكون مسافات واسعة ودي نقطة مهمة جدا وبكده نكون أعزائي الطلبة والطالبات انتهينا من الحلقة رقم ستة وكانت خاصة بأصب السكر لمحاصيل الحقل الصف التاني الزراعي إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله